لماذا تنام العاصمة الجزائرية باكرا رغم أن عاصمة أكبر البلدان الإفريقية والعربية وما هو الدور المثقف في إعادة الزخم والحركية لهذه العاصمة التي حازت على السعفة الذهبية العام 1956 نظير النمط عمرانها الهندسي في ليلة الأفكار التي نظمت في المحهد الثقافي الفرنسي بالجزائر مدينة الجزائر العاصمة التي هي مدينة تحتاج إلى العيش ثقافيا ليليا مدينة الآن تتوفر فيها وسائل النقل الحضارية كالمترو والتراموي وغير ذلك فأعتقد أنها يجب أن لا تنام على الساعة السادسة أو السابعة يجب أن تعيش من أجل الثقافة وتعيش أيضا من أجل الثقافي والحوارات الفكرية والأدبية والفلسفية وما إلى ذلك ليلة الأفكار التي انطلقت منذ عصر الأمس واستمرت إلى صباح اليوم أردها المنظمون ليلة لتبادل الأفكار في العديد من القضايا التي جمعت الباحثين والمفكرين ووجوه إعلامية الجزائر عليه أن يخرج ليلا ليشاهد فيلم ليستمع إلى محاضرة ليستمع إلى قراءات شعرية إلى موسيقى عالية إلى غير ذلك مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة وأهل الثقافة هم الأولى بالنهوض بحركية العاصمة الجزائرية في انتظار كسر السكون من طرف سلطة ولاية الجزائر بدعمها بمنشآت فنية جديدة وإعادة مجد الجزائر البيضاء ترجمة نانسي قنقر